السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم سوف نأخذ نحن نتعلم في قطع 2 قطع 16 وقطع 17 ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ أكتب 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 كلمات الأسئلة كوشن يعني أسئلة كلمة زي وين متى وير أين وات ما أو ماذا هاو كيف اكتب بعد ما نحدد أي واحد من الأسئلة تناسب هذا السؤال راح نحدد أو نوصل الإجابة الصحيحة في الأمود المقابل نابر وان is your first name is your first name what is your first name ما هو أول اسم لك أوكي نابر 2 do you spell that how do you spell that يعني كيف تتهجأ هذا يعني كل حرف راح تعلمنا كل حرف موجود في هذا الاسم أوكي نابر 3 old are you دائما نسألها كم عمرك how old are you نابر 5 is your birthday when متى يعني متى هو تاريخ ولادتك when is your birth date date يعني تاريخ نابر 6 what is your last name إش هو اسمك الأخير خلونا نشوف what is your first name بعدها قال how do you spell it يعني راح نشوف الكلمة اللي نتهجأها هو اسمه إذن هي إي نوصلها مع 2 ليش لأن هنا how do you spell it يعني كيف تتهجأها أوكي يعني حروف أيش هي حروفها يعني أيش اسمه اسمه what can'ts what can'ts يعني be number one مع ب how old are you يعني كم عمره I'm 13 يعني نوصلها معه 13 number four where are you from من أين أنت where are you from شيكاغو أوكي عندنا هنا مدينة اسمه شيكاغو بعد ذلك what is your best day date يعني راح نشوف التاريخ هنا موجودة F ننطرها مع F بعدين what is your last name اللي هي روبرت أوكي إذن نشوف السؤال ونحدد أي عبارة تناسبة وبعد ذلك نحدد أي إجابة هي التي تناسبها أوكي let's see writing corner يعني زاوية الكتابة راح ناخد بعض المعلومات عن الكتابة أوكي مكتوب names بكابتل يعني اسمك اسم أبوك اسم جدك إذن الاسم الأخير أول أول اسم أو أول حرف من الاسم يكون كابتل وبعقي الحروف تكون small let's see number two the names of countries and cities begin with the capitals أسماء المدن وأسماء العواصم تبدأ بالكابتل والباقي يكون small خلونا نشوف أمثلة I'm from رياض ساودي أرابيا أنا من الرياض من السعودية أوكي I'm from أنا من يعني I'm أنا اختصار لأيام from من ساودي رياض أوكي رياض بدأها الار بالكابتل والباقي small بعدين ساودي عربيا ساودي اس كابتل والباقي small وارابيا اي كابتل والباقي small let's see number three months and days of the week begin with capital letters كعلي يقول لك الشهور والأيام من الأسبوع تبدأ أول حرف لها بكابتل خلونا نشوف today is Wednesday Wednesday يعني أربعة كمان نلاحظ الأول حرف ال-W نكتب capital it's written capital letter and the remaining letters are small اكتوبر أو capital and the remaining letters are small اكتوبر أيضا أسماء أسماء المدن وأسماء العواصم المدن أو عواصم الدول تكتب أول حرف capital والباقي small وتعلمنا أيضا أن أيام الأسبوع والشهور كمان تكتب كأول حرف capital والباقي small إذن the name of people the name of countries and cities the name of day and months and days of the week written the first letter capital and the remaining letters are small هذه قاعدة للكتابة خلال ننتقل للتمرين اللي تحت يقول B look look at the information form يعني انظر إلى المربع هذا اللي عندنا المربع مختلف يقعد يقول انظر إلى لونه إلى المعلومات اللي موجودة فيه خلاص information form look again at the questions وانظر إلى الأسئلة in exercise A الموجودة في التمرين ألف write the questions for each piece of information complete the form with your information قاعد يقول لك اكتب كل سؤال على حدة مناسب للإجابة اللي مفروض تجاوبها خلونا نشوف number one مكتوب first name ايش نقول what is your first name what is your first name هذا السؤال راح يكون وتكون إجابة first name تكتب اسمك number two last name what is your last name okay city ايش نقول which which ما غدت هو خلن نقول مثلا what what is your city ممكن اكي age how old are you birth date what is your birth date اكي هي مجرد نحن نعرف كيف نسأل عن اسم الاول كيف نسأل عن اسم الاخير كيف نسأل عن مدينة التي تقطنها او تسكنها كيف تسأل عن العمر وكيف تسأل عن تاريخ الميلاد نمبر c او exercise c make two more information forms قاعد يقول لك انت تسوي بنفسك form في زيادة شيء زيادة او سؤال زيادة او use a question to interview two classmates and complete the forms with their information remember to ask for spelling قاعد يقول يعني باقي انت تحاول تسأل هذه الاسئلة مع زميل لك عشان تعرف تتدرب وتعرف انك تقدر تسأل وتجاب P look at the information form يعني عندنا يقول انظر لاستمارة المعلومات information يعني معلومات form يعني استمارة look again at the questions in the exercise A بعد ذلك يقول look again انظر مرة اخرى at the questions الاسئلة in the exercise في التمرين A write the question اكتب الاسئلة for each piece of information لكل معلومة موجودة عندك اكتب لها سؤال complete the form with your information كمل الاستمارة مع معلومات التي تحصل information form يعني استمارة المعلومات first name يعني الاسم الاول last name الاسم الاخير city المدينة age اللي هو العمر birth date يعني تاريخ الولادة اكي رحين نحط سؤال على كل معلومة من هذا المعلومات السؤال الاول كيف اسأل اقول first name مثل ما شفناها في التمرين A what is your first name what is your first name or what is your first name question mark يعني استفهم الاستفهم دائما ما ننساها اكي first name ايش اسمك تكتب اول اسم لك number two what is your last name or what's your last name question mark يعني علامة استفهم number three what is your city okay or where do you leave كمان مو اين تعيش okay question mark يعني استفهم age العمر كيف نسأل عن العمر how old are you how old are you question mark يعني علامة استفهم birth date when is your birth date when متى يعني اوكي بعدين نكتب التاريخ اللي هي شهر اول بعدين اليوم c make two more information forms يقول لك زيد معلومتين زيادة في الانفوميشن في استمارة المعلومات then use بعد ذلك use the questions to interview to classmate يعني استخدم الاسئلة هذه عشان تسوي مقابلة مع عيور classmate يعني زمينك في الفاصل and complete وا اكمل the forms now let's see page number 17 form meaning and function classroom english يعني حصة الانجليزي خلونا نشوف what the most words english teachers says in the classroom يعني ايش اكثر الكلمات اللي يقولها او الجمل اللي يقولها الدرس الانجليزي في خلال الحصة اول شي good morning let's start good morning let's start يعني صباح الخير خلونا نبدأ بعد ذلك put your bags away put your bags away ضعوش نطقكم بعيدا اوكي بعد ذلك please sit down please sit down يعني ارجوكم تفضلوا بالجلوس اوكي بعد ذلك first work with a partner work with a partner اعمل مع زميلك اعمل مع زميلك open your books look at page 12 open افتح your books كتبك look at انظر الى page 12 يعني صفحة 12 بعد ذلك عندنا take out your pencils take out your pencils يعني اخرج اقلامكم close your books close your books يعني اغلقوا كتبكم بعد ذلك في اخر جملة عندنا هنا listen and repeat listen and repeat يعني استمع وكرر خلينا نشوف الكلمات كلها مع بعض good morning let's start put your bags away please sit down work with a partner open your books look at page 12 take out your pencils close your books listen and الآن نشوف exercise a walk with a partner يعني اعمل مع زميل walk اعمل with a partner زميل read the instruction to your partner اقرأ التعليمات لصديقك يعني read اقرأ instructions التعليمات to your partner زميل your partner only follows the instruction with you when you say please زميل your partner زميل only فقط follows يتبع the instruction التعليمات when you say please يعني لما تقوله لو سمحت سوي كده يسمع تعليماتك إذا لم تقول please فبالتالي يجب عليها ألا يسمع then change rules بعد ذلك غيروا القوانين يعني كلعبة يعني إذا أنت قلت please فعليه اتباعك إذا لم تقول لا يتبع التعليمات حقتك يعني كلعبة هذه write the teacher's instruction in the correct order يعني هذه هنا لتحت التعليمات حق المدرس التعليمات المدرس وهي غير مرتبة انت رتبها يعني حلص مجرد ما يدخل المدرس إيش يقول بعد ذلك إيش اللي يناسب بعد ذلك يعني مجرد أن المدرس يدخل إلى الفصل أو المعلمة إيش هي تقول بعد ذلك ماذا يحصل يعني رحي نقرأ ونعرف بالترتيب إيش هو الأول والثاني والثالث وهكذا أولا مكتوب أقرأ المحادثة للساعة باقي good morning let's start يعني مجرد انها تخلش رح تسلم سواء كان hi سواء كان good morning it depends of in the time يعني حسب الوقت اللي هي تدخل فيها good morning let's start اذا هالي واحد بعد ذلك ايش بتقول please sit down ارجوكم اجلسوا ايش بتقول بعد ذلك اخر واحد عندنا open your books يعني رح تقول افتحوا كتبكم open your books بعد ذلك عندنا open your books look at page 18 look at page 18 بعد ذلك read the conversation يعني احنا دائما نقرأ الكلمات ابتمعهم ونركز ايش الاول والثاني الى الخامس بعد ذلك كده نكون خلصنا page 16 و 17 اتمنى اني انا شرحت بطريقة وافية انا حاولت استطاع اني انا اشرح بطريقة مفصلة واتمنى انكم تشتركون في القناة حتى ينتشر القناة واقدر استمر وتحطون لايك تقديرا لتعب مجهودي واذا فيه اي سؤال اي تعليق تستطيعون تستطيعون كتابة التعليق او السؤال استفسار وانا ان شاء الله رح ارد عليه في اقرب فرصة وان شاء الله ننتقل في فيديو قادم في درس قادم باذن الله الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي